المهرة، البوابة الشرقية لليمن، وإحدى محطات الصراع الإقليمي تعود من جديدًا لواجهة الأحداث عودة للصراع بين المحافظ والميليشيا المحسوبة على السعودية من جهة والمعتصمين المنوئين للسعودية بين يافطة الدفاع عن السيادة اليمنية ومكافحة الإرهاب والتهريب مركز المهرة الإعلامي الناطق باسم السلطة المحلية كشف عن نجاة المحافظ راجح باكريت من محاولة اغتيال أثناء عودته من سيئون في الطريق الواصل بين المهرة وحضر موت وقال إن عناصر خارجة عن نظام القانون أطلقت النار على موكب باكريت فيما أوردت لجنة الاعتصام السلمي رواية أخرى استنكرت في بيان لها ما أسمته بالاعتداء على النقطة الأمنية في منطقة اللبيب بمديرية شحن من قبل موكب باكريت واعتبرت اللجنة الاعتداء سابقة خطيرة ومحاولة لإحلال ميليشيا التابعة للسعودية بديلا عن القوات الأمنية والعسكرية وفقا لبيان اللجنة واثناء عبورهم انتشروا عليهم الموكب الحراسة الموكب وأطلقوا النار هاجموا النقطة النقطة الأمنية هذه التي تتبع مديرية شحن وبعد ما أطلقوا عليهم النار صار تبادل أطلاق النار من الطرفين مباشرة بعد الحادثة تحركت طائرة حربية تابعة للتحارف من مطار الغيظة وقصفت نقطة اللبيب في مديرية شحن وأفادت الأنباء عن اختطاف قائد النقطة سالم حمايد بخيت جريحا بعد إصابته أثناء هجيم القوات التابعة للسعودية على النقطة مصادر إعلامية أشارت إلى أن هناك تحركات للهيئة الإدارية للمجلس المحلي وبعض وكلاء المحافظة في اتجاه سحب الثقة من المحافظ ومخاطبة قيادة الشرعية بأهمية ذلك متهمين الرجل بالتورط في مجموعة من القضايا الجنائية أبرزها قضية قتل المعتصمين في حادثة الأنفاق منتصف نوفمبر من العام الماضي ومداهمة مستودعات الصيادين واعتقال المواطنين توترا بين المحافظ بأكوريت وبين مكونات قبلية واجتماعية رافضة للتواجد السعودي في المهرة تزداد وطيرته كل يوم ما ينذر باندلاع معركة جديدة للسعودية بعيدة كل البعد عن يافطة استعادة الشرعية وصراع ضد الإنقلابيين الحوتين ترجمة نانسي قنقر